اهلا بكم وإلى العنوي ما حصل اليوم معجزة من معجزات الجيش العربي السوري الذي قهر العالم الجيش السوري وحلفائه يفكون حصار داعش لدير الزور وأهل المدينة يحتفلون بدحر الإرهاب الأسد يؤكد أن القوات السورية حققت نصرا على الفكر التكفيري وبوتين يبرق إلى الرئيس السوري مهنئا بالنصر الاستراتيجي في دير الزور ضريف يؤكد للميادين استعداد تهران للتعامل مع السعودية بشأن سوريا والبحرين واليمن والجبير يطالب إيران بتغيير سياساتها أولا أرض لبنانية أرض فلسطينية لتحرير هذه الأرض يجب أن تتعاون هذه العناصر بالدرجة الأولى الزهار يدعو عبر الميادين إلى جبهة تعاون بين قوى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد أن حماس مع ترميم العلاقة مع سوريا احتجاجات في مدن أمريكية عديدة ضد قرر الحكومة إلغاء البرنامج الخاص بأبناء المهاجرين والشرطة تعتقل العشرات بعد سلسلة عمليات للجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة وبدعم من المقاتلات السورية والروسية فك الجيش السوري حصار داعش المفروض على مدينة دير الزور منذ أكثر من ثلاث سنوات الميادين حصلت على مشاهد اللحظات الأولى لالتقاء القوات المتقدمة إلى دير الزور والقوات المرابطة في المدينة قائد اللواء 104 في الحرس الجمهوري العميد عصام زهر الدين وصف ما حققه الجيش السوري في دير الزور بالمعجزة أهلا بكم في دير الزور المدينة التي احتلها تنظيم داعش منذ ثلاث سنوات لم تعد محاصرة واللحظة التاريخية التي حلم بها سكان دير الزور طيلة هذه المدة باتت حقيقة كسر الجيش السوري وحلفاؤه الحصار إذن والتقت قوات الجيش السوري المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي بقوات الفوج 137 غرب المدينة لقاء القوات المهاجمة بالقوات المرابطة كان أشبه بالمعجزة ما حصل اليوم معجزة من معجزات الجيش العربي السوري الذي قهر العالم الذي تكالب على سوريا وكسر وذل وأوهين هو ومن ولاهم ومن دعمهم تحت أقدام رجال الجيش العربي السوري رجال القائد البشار هذا تيار المقاومة فليعلموا أن سوريا وحزب الله وإيران تيار المقاومة لن ينهزم الجيش السوري تمكن عبر عمليات نوعية وتحت غطاء جوي كثيف من فك الحصار بعد دخول عدد من العربات العسكرية إلى الفوج 137 عبر ثغرة أحدثها الجيش السوري وحلفائه إنجاز كبير يشكل تحولا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب هكذا وصف الجيش فك الحصار مضيفا أن هذا الأمر يؤكد قدرة الجيش وحلفائه وإصرارهم على إلحاق الهزيمة الكاملة بالمشروع الإرهابي في سوريا هزيمة داعش تحققت أيضا في ظل هروب القادة والمسلحين الأجانب في صفوفه داعش لا ملاذ له للفرار فبدأ يتخبط لا يعرف أين يذهبون عناصره وسبب الانهيار الرئيسي في صفوف داعش هروب بعض القيادين من صفوفه والمقتربين حصرا بعد كسر الحصار كثف الجيش السوري وحلفائه قصفهم الصاروخي على مواقع داعش في دير الزور كل ذلك وسط احتفالات عمت أحياء مدينة دير الزور ابتهاجا بالنصر الذي حققه الجيش السوري بكسره حصار داعش المفروض على المدينة العلام الحربي نشر مشاهد لعملية تقدم القوات السورية إلى دير الزور وكسر حصار داعش وتتضمن المشاهد تقدم لأليات نزع الألغام قبل دخول القوات السورية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ومع دخول الجيش السوري مدينة دير الزور عمت احتفالات عفوية بين المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع دخول الجيش اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر مشاعرنا مشاعر فرح وغبطة انتظرنا جيشنا البطل ثلاث سنوات من حصار مريع وقليل عشناه وعاشوا أهماً في دير الزور لكن انتقدنا في جيشنا البطل قيادتنا الحكيمة بأنه لابد انه تجي هاي اللحظة لذلك كان شعب دير الزور شعب صامد تحمل كل شيء في سبيج النصر وقلنا واتقين بنصر شعبنا وان شاء الله نرجع نعمر بلدنا ونبنيها سواء وتتحرر كل أرض السور رئيس السوري بشار الأسد هنأ في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الأمنية في دير الزور اللواء رفيق الشحادة الجيش السوري بفك الحصار عن دير الزور وقال الأسد متوجها إلى الجنود أثبتتم بصمودكم في وجه أعطى التنظيمات الإرهابية على وجه الأرض أنكم على قدر المسئولية فصنتم العهد وكنتم خير قدوة للأجيال المقبلة وأضاف أن التاريخ سيسجل أنكم على الرغم من قلة عديدكم لم تبخلوا بأغلى ملديكم لتصونوا الأمانة وتدافعوا عن المواطنين العزل فثبتتم وتمكنتم من أداء مهمتكم على أكمل وجه ورأى الأسد أن الدماء الطاهرة أثمرت نصرا مدويا على الفكر التكفيري الإرهابي المدعوم إقليميا ودوليا وفي المواقف فهناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بفك الحصار عن دير الزور واصفا هذا الإنجاز بالنصر الاستراتيجي وفي مؤتمر صحفي في بكين على هامش قمة بريك قال بوتين أن الحديث عن هزيمة ساحقة لداعش ممكن فقط بعد هزيمة التنظيم في دير الزور قيادة الجيش السوري أعلنت أنها أنجزت المرحلة الثانية من عملياتها في عمق البادية السورية بعد سلسلة من العمليات الناجحة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي من الطيران الحربي السوري والروسي المرحلة الثانية من عملياتها في عمق البادية السورية وتمكنت عبر عمليات نوعية وأعمال بطولية من فك الطوق عن أهلنا المحاصرين منذ أكثر من ثلاث سنوات في دير الزور والتقت القوات المتقدمة من اتجاه الرقة دير الزور مع قواتنا الباسلة الجيش السوري شدد على أهمية هذا الإنجاز لكونه يمثل تحولا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب تأتي أهمية هذا الإنجاز الكبير من كونه يشكل تحولا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب ويؤكد قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه وإصرارهم على إلحاق الهزيمة الكاملة بالمشروع الإرهابي في سوريا وإسقاط المخططات التقسيمية لرعاته وداعمه كما يشكل قاعدة انطلاق هامة لتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة ومحيطها وزارة الدفاع الروسية رأت بدورها أن ضربات مقاتلاتها ساهمت في خرق القطوط الدفاعية لداعش وفك الحصار عن دير الزور الوزارة الروسية أعلنت أن الفرقة الأميرال أيسن أطلقت صواريخ كاليبر على مواقع داعش قرب دير الزور وأضافت الوزارة أن الضربة الصاروخية أدت إلى تدمير نقاط مراقبة ومركز اتصالات ومستودعات للأسلحة وذخائر لداعش لم يكن مفاجئا اتصال الرئيس السوري بالقوات التي شاركت في فك الحصار والقوات صنعته لتثمين بطلاتها والانتصار الكبير بأصولها إليها فدير الزور تصنع مجددا لدمشق وحلفائها ميزان قوى لن تتمكن القوى الإقليمية والدولية من كسره مجددا ومشروع الفكر الإرهابي لتقسيم سوريا انتهى عند أسوار دير الزور ديمان نصيف الرئيس السوري بشار الأسد على خط القتال في دير الزور الرئيس ألقى على جنود الفرقة السابعة عشر والحرس الجمهوري والقوات المتقدمة تحية النصر عرفان سوريا بجميل التضحيات وتتفرع عن الكلمات الرئاسية في تثمين التضحية والبطولات وصولا إلى كسر الحصار رسائل عن أهمية المعركة بمواجهة الإرهاب وفكرة الذي نعمته دول إقليمية وغربية وراهنت على إسقاط ديماشق بخلق كيانات مسلحة تؤسس للتقسيم البيانات الرئاسية المقلة في تناول الشؤون العسكرية تعلن اليوم بعد دير الزور قرب أنهاء أكبر المعارك التي تنتظر الجيش السوري بعد إحكامه السيطرة على مساحة تتجاوز نصف مساحة سوريا وتحييد الكثير من الجبهات في اتفاقات خفض التصعيد الحسم العسكري لا يزال في جوهر الموقف الرئاسي الرئيس الأسد أضاف إلى كلام مشابه قبل عشرين يوما أمام مؤتمر وزارة الخارجية بأن مكافحة الإرهاب هي الهدف والأساس لأي عمل يقوم به الجيش وأن دعم الحلفاء جعل إمكانية التقدم الميداني أكبر وخسائر الحرب أقل وبأنهم شركاء في تحقيق الإنجازات الكاليبر الروسي لتدمير غرف عمليات داعش ومجموعات الاتصال وآليات التنظيم التي أعدها لتفخيخ طريق الدبابات المتقدمة لفك الحصار الغارات الروسية رسالة سياسية لتأكيد قدرة موسكو على التدخل لوقف التمدد الأمريكي في منطقة يؤذر انتصار الجيش والحلفاء فيها بمنع واشنطن من الإخلال بموازن القوى مجدداً في مواجهة الإرهاب والرسالة لا تقتصر على موسكو نبرة غرفة عمليات الحلفاء التي تضم الحرس الثوري وحزب الله إلى الجيش السوري اتهمت واشنطن بالمشاركة في الإعداد لمشروع مشبوه بعد نقلها أعداداً كبيرة من قيادات داعش إلى أماكن أخرى القصف الروسي وبيان غرفة عمليات الحلفاء جاء رداً على القصف الأمريكي أمس لعرقلة تقدم القوات لفك الحصار العسكري والإنساني عن دير الزور ديمان نصيف ديماشق الميادين قال الأعلام الحربي أن التحالف الأمريكي نفذ إنزالين جويين بريف دير الزور وسحب مسؤولاً من تنظيم داعش ومسلحين أجانب تنسقيات المسلحين أكدت أن قوات التحالف الأمريكي نفذت عمليات إنزال جوي في منطقة كب الملة بمحيط قرية البوليل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك من خلال طائرتين مروحيتين وأضافت أن التحالف سحب من خلال عمليات الإنزال مسؤول مليات داعش في حقل التيم النفطي وما بحوزته من أموال إضافة إلى أربع عائلات من التنظيم كما نفذت تحالف عمليات إنزال ثانية قرب منطقة الرحبة وسحب ثمانية مسلحين من داعش من جنسيات أجنبية شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف في مقابلة خاصة مع الميادين شدد على أن طهران مستعدة للتعامل مع السعودية وذلك لوضع حد للعنف في سوريا والقمع في البحرين والحرب غير العقلانية في اليمن بالنسبة إلى كل قضايا التي تهم العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية دولة إسلامية هامة ونحن بالطبع مستعدون للتعاون مع السعودية بالنسبة إلى هذه المسألة إلى جانب ملفات إقليمية أخرى بما في ذلك وضع حد لحالة العنف في سوريا كذلك العنف والقمع الحاصلين في البحرين إلى جانب الحرب غير العقلانية التي تكلف الكثير للجميع في اليمن وأنا لا أعتقد أن السعودية قد حققت أي شيء في اليمن ولا أعتقد أن الآخرين المشاركين في اليمن مثل الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى قد استفادوا بأي شيء من هذه الحملة الجوية غير العقلانية ضد شعب يمني أعزل ضريف طالب دول جوار بالتعاون والتنسيق مع إيران لأن ما يجمعها أكثر مما يفرقها وشدد على ضرورة مواجهة التطرف الذي يطاول كل المنطقة نواجه جميعا تحدي التطرف وهذا التحدي ليس حكرا على أي منطقة أو أي بلد اليوم سوريا والعراق واليمن هي الدول التي تتعرض أكثر من غيرها لهذا التطرف لكنني واثق من أن التطرف لا يميل لأي دولة أخرى لن يغضى التطرف عن أي حكومة لا السعودية ولا أي حكومة في الخليج الفارسي أو العالم العربي هؤلاء يشكلون أعداءنا جميعا فنحن نجتمع في التحديات وفي مواجهة الأعداء ولذلك لابد من أن نعمل معا وأؤكد لكم والجيران في المنطقة أن الأمن يجب أن نكتسبه من الداخل لا أن نستحصل عليه من الخارج ضريف أكد أن إيران شريك هام في المنطقة وجاهزة للتعاون مع كل جيرانها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن بلاده دفعت أثمانا باهضة في سبيل دعم القضية الفلسطينية وفي سبيل دعم دول وأطراف إقليمية بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية الوحدة الإسلامية هي من أهم ركائس الثورة الإسلامية ونواصل دفع الثمن الباهض لترويشنا للوحدة الإسلامية ودعمنا لها ولحقوق الإنسان خدمة لكل الناس الذين يحرمون من حقوقهم الأساسية كنا نتحدث عن الفلسطينيين أو الشعب اليمني الذي يتعرض لسوء الحظ لقصف يومي أم الشعب في ميانمار الروهينغاز جماعة الروهينغا التي تدفع ثمنا باهضا لقد توصلت مع وزير الخارجية التركي والإندونيسية الذي كان في ميانمار إلى جانب وزير الخارجية الماليسي وبناء على النقاشات التي دارت بيننا منذ بضعة أشهر خلال اجتماعنا أقضى في كوالالنفور ونعتبر اليوم أن الأسرة الدولية مدعوة بشكل جدي إلى متابعة وضع هذه المجموعة من الناس التي يدفع بها باتجاه الجوع والتطهير العرقي كما أشار ضريف إلى أن إسرائيل هي الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة وهذا يمثل تهديدا بالنسبة إلى المنطقة وغشاوة لإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني واصفا ممارسات الاحتلال بغير الإنسانية هذه غشاوة عن الواقع بداية لإخفاء الأسلحة النووية الإسرائيلية فهي الجهة الوحيدة التي تملك الأسلحة النووية في المنطقة بحسب ما جرت تبليغ عنه 200 رأس نووي وهذا يشكل تهديدا من نسبتي للجميع في المنطقة وهذه غشاوة كذلك لإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بما في ذلك مواصلة الاعتداءات على الجرام بإفلات تامة من الأقعاب من خلال قصف لبنان وسوريا والأردن ومناطق أخرى وغزة هذه كلها ممارسات غير إنسانية تواصلت على مر الأقود السبع الماضية ولتلك إسرائيل بحاجة لإخفاء كل تلك هذا وكانت إيران قد شكرت السعودية على حسن تنظيم موسم الحج ورأت أن الفرصة باتت تأسانحة لإجراء مفاوضات وحل المشاكل العالقة بين البلدين ممثل المرشد الأعلى الإيراني لشؤون الحج علي غازي أصغر قال إن آية الله علي خامنأي شدد على أهمية تنمية العلاقات بين إيران ودول الجوار نفى وزير الخارجية السعودية عدل جبير وجود تقارب مع إيران وصفا تصريحات نظيره الإيراني بالمثيرة للسخرية الجبير قال إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا مضيفا لم نختار الحرب في اليمن بل فرضت علينا واتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية على حد قوله لافتا إلى أنه إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية فعليها وقف الإرهاب والتدخلات الجبير قال إن استمرار الخلاف مع قطر لعامين آخرين لا يدير إلى العراق حيث أجدت قيادة الحجر الشعبي والعمليات المشتركة جولة استطلاعية في أحد المطارات العسكرية في الأنبار قبل انطلاق عمليات تحرير قاطع القائم النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل بنجلاديش تقول إن ميانمار تزرع ألغاما أرضية على الحضوذ معها لمنع عودة مسلمي روهينغا من جديد أهلا بكم قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار قال إن الحركة مع ترميم العلاقة مع سوريا وكل الدول العربية والإسلامية وفي مقابلة مع الميادين أشار إلى أن بعض الأنظمة المحيطة بفلسطين لا تساعد الفلسطينيين بل تعتقلوا من يساعدهم نحن نرى الوضع السوري يحتاج إلى ترميم نحن نطالب سوريا أن ترمم نفسها نطالب سوريا أن تعطي مساحات واسعة لكل مكوناتها حتى تستطيع أن تستنهض حالها في مواجهة الاحتلال الصهيوني لأراضيها والذي يهددها كلها وأنا أقول لا بد من ترميم العلاقة ليس فقط مع سوريا ولكن أيضا مع البلاد والأقطار التي تناصبنا العداء بلا سبب أزهر شدد على أن تحرير الأراضي المحتلة في سوريا ولبنان وفلسطين يتطلب حصول التعاون بين هذه العناصر الأرض المحتلة العربية هي أرض سوريا أرض لبنانية أرض فلسطينية لتحرير هذه الأرض يجب أن تتعاون هذه العناصر بالدرجة الأولى وتعاونها ليس على العدوان ولكن على تحرير أرض احتلت منش أجانب جاءوا واحتلوا أرضنا الزهر في مقابلته مع الميادين أكد أن ضغوطا كثيرة تمارس لإنجاح برنامج الحصار المطبق على قطع غزة أن هناك ضغوط كبيرة من جهات متعددة لإنجاح برنامج الحصار انظر إلى أمريكا تريد حصار غزة محمود عباس يريد حصار غزة دول عربية تريد حصار غزة الحصار ليس فقط دخول أو خروج ناس هناك دول بتجرم أي شخص فيها يدفع أي مبلغ مساعدة لأي يتيم في خلال غزة ونبقى في غزة حيث التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار وتناول اللقاء موضوع الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة والوضع الإنساني في القطاع أحمد شلدان في ثالث زيارة له إلى قطاع غزة التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار اللقاء تناول موضوع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية ووفق مصدر خاص للميادين فإن السنورة أكد التزام حماس بمعاملة هؤلاء الأسرى وفق القانون الدولي والإنساني دون أن يطلب لقاؤهم لقد كان اجتماعا مثمرا ناقشنا الأوضاع الإنسانية الصعبة وكان احترام القانون الدولي الإنساني على طاولة النقاش زيارة مورر شملت لقاءه بعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأهالي الأسرى إضافة إلى جرح عدوان عام 2014 مراقبون يرون في هذه الزيارة محاولة لإعادة تفعيل ملف الجنود الأسرى هناك استقالة لمسؤول ملف الأسرى من الجنود وهناك محاولة لتطمين الرأي العام الداخلي الإسرائيلي في ظل الأوضاع التي يشهدها نتنياهو معنى ذلك أن هناك أهداف ترمي إليها الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه الزيارة واستقبل أهالي الأسرى زيارة رئيس الصليب الأحمر بالمطالبة بتخفيف معاناة أبنائهم في سجون الاحتلال سلمتهم خطاب ورسالة شخصية لرئيس الصليب الأحمر حول المعاناة التي يعاني منها الأسرى ومنهم الأسير محمد الحلبي ومع أني أنا بحترم الصليب وبحترم أي أجنبي بيعمل في المؤسسات الإنسانية في فلسطين كلها ولكن إحنا بدنا إشعى على هذا الواقع وتأتي هذه الزيارة بعد نحو إسبوع من وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى غزة في حراك دبلوماسي يشدد على ضرورة إنهاء الأزمات التي يعيشها القطاع المحاصر يرى سكان القطاع أن زيارة رئيس الصليب الأحمر تمثل فرصة للإطلاع عن كثب على معاناتهم على أمل أن تحرك المياه الراكدة بما ينعكس إيجابا على الوضع الإنساني المتدهور أحمد شلدان غزة الميادين تردت الشرطة الإسرائيلية عائلة فلسطينية من المنزل الذي كانت تقيم فيه منذ أكثر من خمسين عاما في القدس الشرقية ما يمثل خطوة جديدة لتهويد هذا القسم من المدينة خارج الركن الراكين في الوطن وجدت عائلة شماسنا نفسها صباحا لم تطلع عليها شمسه إلا وهي خارج بيتها خارج جزء من تراب وطنها خارج أكثر من خمسين عاما من ذكرياتي والآمال والأحلام العائلة التي تقطن القدس الشرقية المحتلة منذ ستينيات القرن الماضي تفترش الآن الشارع من دون سابق إندار لا الباب بدك مين قالوا كل شرطة افتحي فتحنا الباب وعبروا زي الغلان أول ما دكوا في الاختيار حملوا على الكرسي واطلعوا في الحارة أول ما فكوا برميل الغاز وأنا جين ثنتين مجندات أنا قلت لهم مش طالع وأنا بدي أروح ثنتين مجندات اطلعوني على الدرج وأنا قاعدين في الحارة 53 سنة يعني بكينا أولاد صغيرة هنا خطيرنا وإحنا فيها مضى العمر هنا أكثر من خمسين حولا كبدتها العائلة تحت ظل مستعمر متمسكة بحق البقاء إلى أن يعود أهل الديار كلهم من اليوم ستنتظرهم ربما في العراء في بتي تطرد واحد من دار في الليل في الليل وفي قرار محكمة السعر فيه في قضية في المحكمة لا طائلة من هذا التساؤل غاية الاستيطان تبرر كل التصرفات وتدوس كما عبثت من قبل بكل رموز الإنسانية بحق أصحاب الأرض ورياحين أشجارها وطيور سمائها متشددون يهود حلوا مكانهم بالمنزل التاريخ بحماية من يرعى ممارساتهم المنظمات غير الحكومية المعارضة للاستيطان لا تملك إلا متابعة الأمر قولا لا فعلا لتعجز عن منع المحتل الإسرائيلي من وصوله إلى هدفه بضم ما أراد من بوساط القدس إلى ورم مستوطناته السرطانية وكل ذلك وسط صمت عربي مطبق أعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ مناورات هي الأكبر منذ عشرين عاما حظي باهتمام في إسرائيل ولسي من الجهات السيناريوهات التي تحاكيها وفي ظل تشكيك إسرائيلي في إمكانية تحقيق الأهداف المتوخات منها منال إسماعيل على مدى أحد عشر يوما ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة واسعة نطاق على الحدود الشمالية مع لبنان هي الأكبر منذ عشرين عاما المناورة التي يجري فيها الفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي تدريبا بمشاركة نحو ثلاثين ألف جندي نظامي واحتياط تحاكي حربا شاملة على الحدود مقابل حزب الله وتسلل وسيطرة عناصر الحزب على مستوطنات محاذية للحدود مع لبنان وإخلاء مستوطنين فضلا عن تدرب الجنود الإسرائيليين على مهاجمة الأراضي اللبنانية نور هدجان اسم مناورة ضخمة في الشمال هي الأطخم التي تنفذ في السنوات الأخيرة ويشارك فيها الكثير من الجنود والمعدات الحربية الطائرات والآليات المتطورة والهدف محاكاة دخول عناصر حزب الله إلى مستوطنة في الشمال وهزيمات العدو هي مناورة كبيرة ومهمة جدا وبالتجديد على الفيلق هو ما اعتقد الجيش هو أنه لن يتم استخدامه لكن بعد حرب لبنان الثانية فهموا بعد الفشل الذي منيو به أن هناك حاجة له الحاق الهزيمة بحزب الله هدف المناورة كما حدده الجيش الإسرائيلي هدف شكك مراقبون في إمكانية تحقيقه ولسيما في ظل الحديث في إسرائيل عن أن حزب الله هو ثاني أقوى جيش في الشرق الأوسط منورة الفيلق هذه تهدف إلى هزيمة حزب الله والسؤال هل يمكن هزيمة منظمة مثل حزب الله وماذا تعني هزيمته عندما سألت قادة المناورة الأجوبة لم تكن قاطعة لكن السؤال هو على المستوى الاستراتيجي هل يمكن هزيمة حزب الله وإخراج الحافزية منه للقتال فهو منظمة كل سبب وجودها هو فكرة المقاومة مراقبون قالوا أن حزب الله يتعقب ويدرك استعدادات الجيش الإسرائيلي للمناورة ومن المتوقع أن يحاول حل ألغاز خطة إسرائيل والوقوف على قدرتها التوجيه للجيش في المناورة هو هزم حزب الله مع كل المعاني الواسعة لكلمة هزم حزب الله لكن الحزب بالتأكيد يتابع ما يجري في هذه المناورة الحديث عن تحقيق الانتصار على حزب الله لا ردعه أو انتزاع إرادته للقتال عده محللون تطورا في تصريحات المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ودعوا إلى أخذ الأمور بالحذر المناسب فالإعلان عن انتصار في مناورة أسهل بكثير مما هو في حرب مع حزب الله أتقلت شرطة نيويورك 34 متظاهرا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضي بإلغاء برنامج داكا الذي يمنع ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية وهم أطفال ووفقا لقناة ABC News الأمريكية فأن الشرطة اعتقلت المتظاهرين أمام مبنى برج ترامب مشيرة إلى أن تظاهرات أخرى خرجت في العاصمة الأمريكية واشنطن محمد كريم التفاصيل خرج وزير العدل الأمريكي بعد مداولات مطولة داخل الإدارة ليعلن إنهاء العمل ببرنامج داكا الذي يوفر غطاء شرعيا لأبناء المهاجرين الموجودين بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة برنامج أطلقه الرئيس السابق أوباما عام 2012 أعلن اليوم إلغاء العمل ببرنامج إدارة الرئيس أوباما المعروف بداكا البرنامج تم تطبيقه من جانب واحد في ظل أجواء مشحونة وقلق كبير من أهل القانون وكذلك بعد رفض الكونغرس محاولات متعددة لتمديد العمل به لم ينتظر هؤلاء كثيرا فمنذ الإعلان عن نوايا الإدارة لاستهداف هذا البرنامج شهد العديد من المدن الأمريكية تظاهرات واحتجاجات منددة بالقرار فيما هددت ولايات بمقاضات الرئيس بالرغم من أن إعلان وزير العدل لا يعني التطبيق الفوري حيث منح الكونغرس المجال لاتخاذ الموقف النهائي من البرنامج الذي يملح الفرصة لكل ابن مهاجر للبقاء القانوني لعامين قابلين للتجديد على الأرجح بعد انقضاء ستة أشهر لن نكون في وضع إقامة قانوني هو أمر لا نرغب فيه ونطالب الكونغرس بالمصادقة عليه لمنع إلغائه من قبل أي رئيس مصيرنا كمجموعة مترابط وينبغي توفير الأساس لتشريع ذلك مراقبون لم يستبعدوا مواجهة حامية في الكونغرس فالديمقراطيون سيواجهون بشدة محاولات إلغاء برنامج ذاكا الذي يمثل منجزا لهم لا سيما وأن القاعدة العريضة المؤيدة للحزب هي المستفيدة من هذا البرنامج الذي يحمي ثمانمائة ألف من الترحيل فيما يصل من يحق له تقديم طلبات وفق البرنامج إلى نحو مليوني مهاجر طالما نظر المهاجرون إلى الولايات المتحدة بأنها مكان تحقيق الأحلام وتوفر الفرصة لكن يبدو أن ترامب بقراره سيطيح بأحلام مئات الآلاف من المهاجرين مصرا على تجاهل منتقديه والمضي بوعوده الانتخابية محمد كريم واشنطن الميادين نبقى في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في كل من بورتوريكو وفلوريدا وجزر فرجينيا بسبب إعصار إيرمان السلطات في ولاية فلوريدا حثت المواطنين على إخلاء المنطقة التي تقع في ممر إعصار إيرمان والتي يقتنها أقرب ثلاثة ملايين مواطن خلال يومين وأعلنت إغلاق المدارس والمرافق العامة في المناطق الواقع على مسار الأعصار ابتداء من صباح اليوم طلبت السلطات في فلوريدا من السياح والزوار مغادرة الجزر مع حلول صباح اليوم قال مصدران في حكومة بنجلاديش أن ميانمار تقوم منذ ثلاثة أيام بزرع ألغام أرضية على حدودها مع بنجلاديش المصدران قال أن بنجلاديش أعلمت بالأمر من خلال أدلة تصورية وأفراد مراقبة مرجحين أن يكون السبب في ذلك هو الحيلولة دون عودة مسلمين روهينغا الذين فروا من العنف هناك وضف المصدران أن بنجلاديش ستتقدم باحتجاج رسمي على زرع الألغام الأرضية على مسافة قريبة جدا من الحدود إلى ذلك دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كواتيريس سلطات بورما إلى اتخاذ إجراءة حاسمة لوضع حد للعنف بحق مسلمين روهينغا كواتيريس قال أن من المهم منح المسلمين في إقليم أراكان الجنسية أو على الأقل وضعا قانونيا يسمح لهم بمراسة حياة طبيعية وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 123 ألف شخص معظمهم من مسلمين روهينغا فروا من مجازر الجيش بحقهم في بورما إلى بنجلاديش هذا وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى رئيسة وزراء ماينمار بسبب صمتها إزاء أعمال العنف والتقليل للممارسة ضد مسلمين روهينغا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطلباتهم بحسب بسحب جائزة نوبل السلام من الزعيمة البورمية التي امتنعت حتى الآن عن إدانة أعمال العنف التي يمارسها الجيش ودعا مستخدموا هذه المواقع إلى سحب الجائزة منها واتهموها بالمشاركة في عمليات القتل ضد المسلمين تواصل إسرائيل تزويد ماينمار بالسلاح بالرغم من تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى ماينمار وتقرير بحثين في جامعة هارفيد الذي تحدث عن ارتكاب جرائم حرب وفق ما أوردت صحيفات هاريتس الإسرائيلية فاطمة قاسي البصمات الإسرائيلية في موقع الجريمة مجددا الجرائم بحق مسلمين روهينغا بتوقيع إسرائيلي تورط في تغذية العنف ودعم الإرهاب والقتل ليس الأمر جديدا على إسرائيل فمن أجل تحقيق مصالح اقتصادية أو سياسية تتابع دعم وتسليح المجلس العسكري في ميانمار في ظل عملية إبادة ينفذها هذا المجلس ضد مسلمين روهينغا بحسب وثائق كشفت عنها هاريتس الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أنه رغم موجة العنف غير المسبوق فأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفض وقف مبيعات الأسلحة للنظام في ميانمار مع أنها تخضع حاليا لحضر سلاح من قبل الاتحاد الأوروبي وعقوبات حول شراء وسائل قتالية من قبل الولايات المتحدة التعاون العسكري بين إسرائيل وميانمار بدأ منذ عام 2015 عندما قام الجنرال مين أونجهلينغ رئيس وهيئة الأركان في ميانمار بزيارة لإسرائيل في رحلة تسوق لمصانع الأسلحة الإسرائيلية والتقى مع وزير الأمن آنذاك مشي علون ورئيس الأركان جادي آيزنكوت والرئيس روفين ريفلين ومسؤولين عسكريين آخرين ميشيل بن باروخ رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي زار ميانمار وفي الأثناء كشف أعضاء المجلس العسكري أنهم اشتروا زوارق من نوع سوبرد بورا من إنتاج الصناعة الجوية الإسرائيلي وتم الحديث أيضا عن شراء سفن أخرى وكانت إسرائيل قد باعت سابقا لميانمار صواريخ جوجو إسرائيلية ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر آب من عام 2016 كتب موقع شركة تار ايدي الكونسبت الإسرائيلية المختصة بتوريد المعدات العسكرية وتقديم التدريبات أن بنادق كورنرشوت المنتجة في إسرائيل دخلت إلى الاستخدام العملي في ميانمار تقرير منظمة العفو العام حدد قبل نحو عقد أن إسرائيل تصدر أسلحة إلى ميانمار على الرغم من أنها تعتبر دولة تخرق حقوق الإنسان بشكل منظم حذر قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني العميد فرزاد إسماعيلي واشنطن من دفع ثمن كبير إذا أرادت شن حرب مع تهران ولفت إلى أن كل طائراتها ستكون تحت سيطرة رادارات إيران إسماعيلي الذي أشهد بحصول بلاده على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية الثلاثمائة قال أنه بعد الحصول على المنظومة أصبحت إيران مغطاة بالكامل وأن الطائرات التي كانت تعبر قرب الحدود بصوت مرتفع أصبحت اليوم تلتزم الصمت وفق تعبيره بدوره رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن أخذ رخصة من قوة أجنبية لإجراء تمرينات عسكرية في مياه الخليج أمر مثير للسخرية باقري وفي كلمة ألقاها في ملتقى القوانين الدفاعية قال معلقا على الحضور العسكري الأمريكي في الخليج قال أن واشنطن جاءت بأساطيلها البحرية إلى منطقة الخليج ووضعت لنفسها حقوقا وقوانين خاصة لتطلب من القطع البحرية لبلدان هذه المنطقة تنسيق معها وهو أمر مضحك بالنسبة إلى تهران أحذر باقري من أن القوانين الدولية تنفذ وفق ميولي خمس قوان عالمية كبرى وسأل ما إذا كان يجري احترام القواعد الدولية في حروب سوريا والعراق واليمن والبحرين وبورما رأت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكيهايلي أن الاتفاق النووي يحوي ثغرا تسمح لإيران بالمضي في برنامجها مشددة على أن الاتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية أضافت أن تقنية الصواريخ الإيرانية لا يمكن فصلها عن البرنامج النووي محملة الإدارة الأمريكية السابقة مسؤولية تمرير هذه النقطة التي وصفتها بالقاتلة إذا اختار الرئيس عدم المصادقة على الامتثال للرغبات الإيرانية فإن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستنسحب من خطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي أما بشأن التهديد الإيراني فهو يخبرنا بشيء واحد هو أن القادة الإيرانيين يريدون استخدام الاتفاق النووي لأخذ العالم رهينة لسلوكهم السيء دعم اندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إلى وضع حل سياسي في اليمن من دون قيد أو شرط والدخول في حوار سياسي بين جميع الأطراف وأضاف في تصريح صحفي أن الوضع الإنساني في اليمن من أسوأ الأوضاع بل أنه أسوأ بكثير من الوضع في سوريا الوضع الإنساني في اليمن هو في غاية السوء بل هو أسوأ بكثير من الوضع في سوريا على سبيل المثال ندرس مع مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن الخيارات لحل هذه القضية مع بقية أعضاء المجتمع الدولي علينا حل القضية في اليمن بوقف للنار من دون قيد أو شرط وبالحوار السياسي ولا سبيل آخر غير ذلك المنظمة الدولية في جينيفا وصفت انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين في اليمن بالكارثية وتكشف أن 70% من الضحايا المدنيين يحتلوا يتحمل مسؤولياتهم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية موسى عاصي مرة جديدة تطالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتحمل مسؤولية سقوط أكثر من 70% من الضحايا يرفض تشكيل هذه اللجنة ويسر على أن اللجنة الوطنية اليمنية قادرة على القيام بالمهم وهي لجنة شكلتها حكومة الرئيس هادي ويرفض مجلس حقوق الإنسان التعاون معها ويعتبرها غير حيانية المفوضية العليا لحقوق الإنسان عرضت في مؤتمر صحفي التقرير الذي سينقشه مجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة الأسبوع المقبل التقرير وصف الانتهاكات في اليمن بالكارثة على حقوق الإنسان والتي تبقى دون عقاب التقرير يحتوي بشكل أساسي الاحتياجات الإنسانية والكارثة الإنسانية في اليمن من حيث ظاهرة مرض الكوليرا من حيث المجاعة التي تحصل الآن في اليمن وأوضاع الأطفال بشكل خاص بالإضافة إلى مسألة الضربات الجوية واستهداف المدنيين من قبل أطراف النزاع من قوات التحالف ومن قبل حوثي وصالح وأيضا في التقرير هناك توصيات بضرورة انهاء النزاع والتوصل إلى تسوية سياسية بأقرب وقت ممكن الصور البيانية التي تضمنها التقرير تظهر بشكل واضح أن الغارات الجوية التي نفذها التحالف السعودي كانت السبب الرئيس في سقوط الضحايا من المدنيين ولسيما الأطفال المجلس حقوق الإنسان في مناسبات سابقة خلال السنتين الماضيتين فشل في التوصل إلى تشكيل اللجنة التحقيق الدولية وهذا ما رده إلى الدول الأعضاء في المجلس في السابق كان هناك رفض من المجموعة العربية في المجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى قصف الأسواق والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية وسواها من البنى التحتية شهد العام الماضي بحسب التقرير الأممي تنفيذ غارات جوية على تجمعات مجالس العزاء وعلى قوارب صغيرة للمدنيين على نطاق واسع المجموعة العربية التي تقودها السعودية بدأت قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل بالضغط على الدول الأعضاء لعدم تبني مطلع تشكيل لجنة التحقيق الدولية التي طرى فيها الأمم المتحدة الوسيلة الوحيدة لوقف الانتهاكات في اليمن مصاعس جينيف الميانين وفي العاصمة الصومالية مقديش انخرط اللاجئون اليمنيون في الحياة العامة وفتحوا محالة ومطاعمة ومدارسة واندمجوا مع الصوماليين فالعلاقات التاريخية بين البلدين قديمة شافعي محمد هنا في العاصمة الصومالية مقديش وجد لاجئون يمنيون نافدة أمل في افتتاح مضعم خاص بهم منهم أبو علي فقد وصل إلى مقديش قبل ثمانية أشهر ويعمل اليوم طباخا في هذا المضعم هنا لا فرق بين صومالي ويمني فالعلاقات التاريخية بين البلدين ضاربة في الجذر والمضعم يمثل بوابة أخرى للاندماج مع الصوماليين بحسب أصدقائه الصوماليين في العمل فإن أبو علي زوده بمهارات عديدة في فن ضبخ وهو ما جعله في أعجنهم ضيفا محببا أبو علي شخص طيب أعمل معه منذ سبعة أشهر تعلمت منه مهارات كثيرة في كيفية طبخ الشاورمة والبطاطة المقلية على الشاطئ الآخر من العاصمة يجتمع بدر مع أصدقائه مرة في الأسبوع في هذا المضعم المطل على ساحل ليدو فبدر كان من ضمن أول قافلة يمنية تصل إلى مقدشو بعد الأزمة اليمنية اليوم لا يعتبر نفسه لاجئا بل مواطنا صوماليا صراحة نحن نشكر الشعب الصومالي رغم افتقار لحضور اليون ولكن الشعب الصومالي هذا هو يعني من جعلنا نعيش في هذا البلد فلولا أحب الصوماليين ومعاملتهم لنا لم نكن نجلس هنا داخل الصومال حتى اليوم واحد بين الصوماليين واليمنيين إرث مشترك وعلاقات تاريخية قديمة فاليمنيون بنات أقدم حي في العاصمة مقدشو وتربط علاقة مصاهرة بين الشعبين اندماج فريد من نوعه رغم افتقار اللاجئين اليمنيين إلى دفء الوطن الأمي الذي بات اليوم بعيد الملال من باب التجارة التي اشتهر بها اليمنيون في قديم الزمان أدرك اللاجئون اليمنيون في مقدشو أن تجارة وحدها تمكنهم اليوم من الاندماج مع الصوماليين الذين بدورهم يضرب بهم المثل في المنطقة بتكريمهم للضيوف شافع محمد مقدشو الميادين والآن إلى أبرز ما جاء في عنوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة فاطمة قاسم فاطمة صباح الخير صباح الخير تفضلي شكرا لك أهلا بكم مجددا إلى هذه الجولة على بعض أبرز عنوين الصحف العربية سنبدأها مع صحيفة الدستور الأردنية أضخموا مناورات عسكرية إسرائيلية منذ عشرين عاما استعدادا للحرب الاحتلال يعتقل ثمانية عشر فلسطينيا بالضفة ومواجهات عنيفة وسط رامالله الجيش السوري يفك الحصار عن مدينة دير الزور فرقاطة روسية متمركزة في المتوسط تستهدف داعش في المدينة أما من أبرز عنوين الوطن السورية ورئيس الأسد لبواسل الجيش كنتم خير قدوة للأجيال القادمة سوريا تعيش يوم نصر بامتياز ودير الزور إلى حضن الوطن قريبا الجيش يكسر المشروع الأمريكية ويفك طوق الإرهاب موسكو الوقع يتغير بشكل جذري ومتسارع لمصلحة دمشق شمخاني نتائج تعاوننا مع سوريا وروسيا بدأت تتبلور وميليشيات في القلمون الشرقي تنضم لتخفيف التصعيد ننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية بوتين يرسم ملامح تسوية بعد دير الزور موسكو وطهران تهنيئان وحرب شوارع في المدينة مناورات إسرائيلية واسعة تستهدف ردع حزب الله خطط لتدمير البنية التحتية اللبنانية بأكملها وفي الصحيفة السعودية الجبير يدعو إيران إلى وقف الإرهاب إذا أرادت تحسين علاقاتها مع السعودية وفي صحيفة البناء اللبنانية الجيش السوري والحلفاء يفتتحون مرحلة شديدة بفك الحصار عن دير الزور وارتباك أمريكي الأسد للجيش أنجست نصرا مدويا قيادة الجيش تحول استراتيجي بوتين نصر استراتيجي لبنان يستعد لتشيع شهداء الجيش وبدء المسار العدلي للتحقيق في مقتلهم وتحديد المسئوليات لافروف لتوليرسون مصادرة أملاكين انتهاك سافر الاتحاد الأوروبي يخطط لتمديد العقوبات ضد روسيا وفي صحيفة الشروق التونسية اليوم شهد يقدم حكومته التحوير يشمل أكثر من عشر وزارات في الاتحاد الإماراتية الإمارات قطر يائسة وفاشلة السعودية لا تسمح مع الإرهاب ولا ضير من استمرار الأزمة عامين آخرين ونختم بأبرز ما عنوانته النهار الكويتية إيران تشكر السعودية على حسن إدارة الحج داعش يتلاشى في سوريا الجيش كسر حصار دير الزور في تحول استراتيجي لمسار الحرب وفي النهار كوريا الشمالية تصعد سنرسل مزيدا من الهدايا لأمريكا بهذا العنوان نأتي إلى ختم هذه الجولة عودة لمتابعة النشرة ماصر فاطمة شكرا جزيلا إلى العنوين ما حصل اليوم معجزة من معجزات الجيش العربي السوري الذي قهر العالم الجيش السوري وحلفائه يفقون حصار داعش لدير الزور وأهل المدينة يحتفلون بدحر الإرهاب الأسد يؤكد أن القوات السورية حققت نصرا على الفكر التكفيري وبوتين يبرق إلى الرئيس السوري مهنئا بالنصر الاستراتيجي في دير الزور ضريف يؤكد للميادين استعداداتها تهران للتعامل مع السعودية بشأن سوريا والبحرين واليمان والجبير يطالب إيران بتغيير سياساتها أولا أرض لبنانية أرض فلسطينية لتحرير هذه الأرض يجب أن تتعاون هذه العناصر بالدرجة الأولى الزهار يدعو عبر الميادين إلى جبهة تعاون بين قوى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد أن حماس مع ترميم العلاقة مع سوريا واحتجاجات في مدن أمريكية عديدة ضد قرار الحكومة إلغاء البرنامج الخاص بأبناء المهاجرين والشرطة تعتقل العشرات والمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت الميدين دوت نت باللغتين العربية وكذلك الإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة